بوش متخفيف يا ساتر، الصباح الخير عليكم تعالي تعالي، لا تخافيش اسمحوا لي أقدم لكم سماح وراتك وراتك؟ انت تجوزت يا مختار؟ اه تجوزت، في حد عنده منع طب مش كنت تعزلنا على الفرح على هل؟ يا سعد ده كان من يجي 8 شهور 8 شهور واحنا ما نعرفش مولت الناس لي يا مختار؟ ما جيتش مناسبة وانا شفتك قبل كده؟ انا؟ اه ايو ايو، اذكر دي كيتي زيارة المسجون عندي في السجن صح؟ مش عارف مش عارف يعني ايو ايو ايو، ابوها مسجون عندك وفضية مخدرات يا صلاة النبي احسن يا صلاة النبي وازاي تدخل الاشكال دي هنا؟ ازاي تجيبها تعيش معانا؟ يا ماما دي مراتي على سنة الله ورسوله وليها الحق تعيش معانا هنا زيها زيكو في نصريبي وحق الشرعي انت اكيد تجنيني اسمي العكس يا حجم ده انا عقلت واخيرا هشم نفسي وساعة ما تيجي تشم نفسك ما تشموش اللي علينا يا سيمو اختار؟ العفو يا سيت الكل العفو انا كل غرة دي اننا نعيش وسطيكو عشان نتدفى بيكو ايدك حبيبتي اوه انت ملكش مكان في وسطينا حبيبتي انا مش هتطمن عليها اللي هنا طب ما تخليها مطرح ما كنت سايبها التمن شهور اللي فاتوا مش هبقى فاضي الفترة الجاية هتشغل كتير وهجيب عن البيت اكتر وانت مش مامن تسيبها لوحدها ولا ايه؟ اخرصت لسانك مراتي سماح اشرف من شرف ما هو باين من نسبها اللي يشرف بقولك ايه؟ انا استحملتك كتير وخلاص رصيدك خلص من عندي ما خلاص يا سي مختار سبهم براحتهم دعال الروح بيتنا الروح فين؟ ده بيتنا بيت العائلة مش مكان للمجرمين وتجار المخدرات يا مختار ما بالاش انت بقى واللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب طوسوا ديه يعني لا تعيرني ولا عايرك ما انت السبب في الهباب اللي احنا في ده؟ لا حلم انت جيت بمزاجك ما حدش ضربك على ايدك يا جماعة ما يصحش كده عيد ده انت اخوات الاخوة ليه يا حدود يا سعد ما توصلوش ان يتكلم مراتي بالطريقة دي وعموما انا مش باخد رأيكو انا ببلغكو يالله سماح يالله عشان اوريك يوطي اسم مختار بس مش عايز ولا كلمة انت هتفضلي هنا واللي مش عاجبه يخبط رأسه في الحيط ويبقى يوريني بقى هيعمل ايه يا الله حلمتي يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب الله باني لا اسألك هرد القضاء ولكني اسألك هرد القضاء ولكني اسألك اللطفة فيه يا رب انا مش مصدم انت اكيد الجنن يعني هنسيبه يبيتها هنا ونسيبه ليه؟ انا هطلع اطردها غصبا عنه بس يا اشرف مش كده بالهداوة بالهداوة يا سعد انت مش شايف بيبنطك علينا ازاي هنعمله ايه يعني دي مهما كان مراته هنسيبه يرميق في الشارع يعني مهو جايبهالنا من الشارع بس بقى سيبوه نسيبه ازاي يا امي ده اتجند يا ابني احنا في قدينا اين اعملوا اللي رايدوا ربنا هو اللي هيكون قصدك ايه يا ماما قصد انك انتم مشيتوا في سكة الحرام وسكة الحرام لها ديول بكلفة على الرئاب وتخنقها ويا خوفي يا خوفي من اللي جاهي استرها يا رب استرها يا رب يعني حضرتك موافقة على عميله دي عمله يا بنت انا في ايدي اعمله تستقوى علينا وهينفزيلي في دماغه يستقوى على روحه يا امي انا هطلع كسر له دماغه تعالي هيدا رايح فيه جلدتوني يعني انتي ما خلي فتاكوا انا شفتاكوا يعني انتي ما شفتاكوا حرام عليكم يسموني بقى يرحموني ليه كده يا سيمو اختار هعيش وسيهم ازاي انا دلوقت هتعيش يا احلى عيشة ان شاء الله ازاي وهم مش طيقين يا بنت يا بنت دي زوبعة فينجان دول اهلي وانا عارفهم كويس مسا انا مش مبسوطة يعني عايزان اعملك يا سماح ترجعني تاني البيت الاولين لا الموضوع ده خلص مش عايز فيه ولا كلمة انت جاي بعد ما فرق على القنبالة تولي رجعني تاني انا مش اقدل حاجات دي والله حاجات ايه جمية الكره اللي شفتها في عانيهم ما حسساني ان انا مش هقدر عايش معايهم كره ايه دول اهلي اهلك انت مش اهلك بعد شوية اما يهت وكده هيبو اهلك مش باين يا مختار يا بنت يا بنت يا بنت ما محبة الا بعد عدايا موسيقى لا تنوكوه الحاسم من النضيية ترتيبا وداعا من جماعات بلا من تراغ ام بدا يا محمد يا محمد! نعم يا فضل تعال يا ابن هاتلي دفتر الزيارات هم ديك الباشا المأمور مضى يا زيت اي خدمة تاني ساعدتك روح روح قلتلك خدلك اجازة انت اللي مش عايز يا فاندي ما اخد اجازة ليه طالما انا قادر اشتغل عشان انت على زمة التحقيق ولا يجوز توقيعك على اي اوراق رسمية لحد ما انتهي التحقيق واببرق زمتك وانا مشكوك في زمتي يا اشرف ده تحقيق يعني الشك موجود في كل شيء لحد ما اسمت العكس بس انا ازهقت انا باجي كل يوم الشغل وما اعملش اي حاجة ريحلك يومين في البيت البيت معقول يا ساعد استقالة استقالة استقالة؟ ليه يا ساعد هو بحد زعالك في حاجة؟ لا بالعكس ده انتو حتى احسن ناس موضوع يعني باختصار ان انا قررت افتح شركتي الخاصة وابع حر نفسي يعني احنا كنا مسلسلينك؟ لا ابدا يا هاني بنت اخ اكبر وانا بصراحة تعلمت منك كتير قوي وعمري في حياتي ما حنصى افضلك عليك طبعا عشان كده هتفتح شركة لوحدك وتنفسني في السوق لا انا عارف ان الحاجات دي ما تفرقش معاك انت راجل فاهم شغلك كويس وعارف انت بتعمل ايه بص يا ساعد انا مش هاجزب عليك وقولك اني بالزعلان انك ماشي لانك كف ومكسب لأي مكتب بس في نفس الوقت يهمين انك تأمن مستقبلك وتحافظ عليها وامنية حياتي وساعدتي انك تنجح في حياتك العملية قالوا هواقلوا ميستر يعني اذنكم مكالمة من لندن تفضل يا فادي بود لك يا ساعد تفضل شكر قوي يا هاني بيه صفية اشوف وشك بخير يعني افهم من كده ان انا مش هشوفك تاني لا مين الليل كده اكيد هنبقى على اتصال ببعض وطبعا هشوفك في البورسة خد بالك من نفسك يا ساعد وخليك دايما فاكر ان انا طول عمري هفضل فاكريك حاسس ان واحد تاني معرفوش مخايف قوي مبكرا ده شيء طبيعي المجهول بالنسبة لنا كلنا مخيف طيب واللي ماضيه والحضر بتاعه مستعباله يخوفه يعمل ايه؟ ايه التشاؤم ده؟ انت محتاجة بمتفائد اكتر يا أشرف ازاي؟ ازاي والظروف بتحصرني انا تعبان تعبان اول نفس ارتاع ممكن تكتبيلي على حاجة تهديني؟ انا سبق قلتلك انك مش محتاج اي أدوية انت محتاج فترة نقاهة تخرج فيها وترتاح وتنسى مشاكلك ازاي بس انت مش بتقول ان انت واحد تاني؟ ايه خلاص انسى مشاكل أشرف وعيش بالتاني شوي ايه؟ مشكلة ان كلها مشاكل التاني وقارتني عرف تفضل أشرف زي ما مرش ممكن اقول الو؟ ايوة حبيبتي لا طبعا ما انسيتش بس مش هتغي الهدية اليوم عيد ميلادك انا عادة مع ام اشرف في الشغل خاطر احياتي عايزة تعزمك على عيد ميلادها اهلو ايوة حبيبتي واحشتني قوي يا عم اشرف ايوة ما تجيش يوم الخميس اللي جاي عند ميلادي مش حاضر يا حبيبتي انا مسافر وعندي شغل مينفعش تأجل سفرك ده عيد ميلادي ما بيجيش غر مرة واحدة في السنة ما هحاول انا مش هاد في الشمع كلاما انت هاتيجي ان شاء الله حاضر ماما معاك ايوة حبيبتي خلاص هاكد عليه يالله بار ها قلت ايه في ايه؟ هاتيجي لعيد ميلاد بصراحة مش هادر ليه دي فرصة كويسة قوي انك تغير الباد موت بتاعك لو جيت هيبقى دمية قيل قوي لا بالعكس انت وجودك بيساعدنا جدا وخصوصا حيات اصلا اتعلقت بيك قوي اتعلقت بي انا؟ ايوة اصلاك فيك شاه من باباها ويمكن وجودك جنبها في العيد ميلادي يحسسها ان باباها موجود سبع الخير بفضل كنت عايز اعرف مدام نعمة سيد مجاهد غرفة كامل مدام نعمة علبسية فقط علبسية لا مش معقول لازم تقول نقطة تانية بيقولك سعيدي بقليق عالعمة فقط الزكارة مش معقول دمك خفي أخة مزهاي الخير يا مدام نديم مفاجأة مش كده مين الاستاذ؟ انا فحر يا فخر مدير القتيل اهلا مع حضرتك اهلا وسهلا طيب بعد اذنك نتكمل بعدين نهانة ان شاء الله افرصا ايوة باي انت عايزي وعرفت مكاني مني عايب عايب يا نعمة ده انا نديم لحاج بعرفه بعرفه كده عايزي ممكن اعرف انت بتتهربي مني دي واطب عليكي فجأة كده لقيكي بتابلي رجالة من ورايا وانت مالك ومالي جوزي ولا خطيب لا بس هو الحقيقة كان في بنا كلام كلام وراح لحاجة يا رجل عايب ده انت متجوز بس بحبك يا نعمة وانا ما بحبش اكون ضره وخصوصا لوحدة كانت صاحباتي الله طب ما انتي كنت متجوزة لحاجة وكنت ضره برضه كنت مضطرح وما كانش عندي حق اختيار وكانت ظروفي النيلة بستين ميلة والحاجة كان طوق نجاح من الدنيا وطلتاش هفايا ودلوقتي خلاص شمت نفسي بقى وبقيت اقدر اختار يعني انت يا نعمة كنت بتحوليني علشان تغني مصلحتك ها تقدر تقول كده عمرك محبتيني يا نعمة هكذب عليك لو قلت لا انت الراجل الوحيد اللي ردنا منيته بس اعمل ليه في حظ المهبب الظروف مش عايزانا نكون مع بعض يا نادي ليه بس؟ مش بقولك متجوز ولو طلقتها طلقها؟ عشان خفر الايين اعمل اي حاجة في الدنيا لا 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 تي وليا مجنونة انا مضمنش تحمل فيها ايه لو اعرفت حاجة زي كده الله تي ملكوا مالها بس يا نعمة سب هيلان انا عارف اتصرف معاها عشان